اشتركوا في القناة في المهام ويتعلق الامر بتطبيقات الاعلان بمواقع الصلاة واتجاه القبلة لماذا هذا التكرار لان هذا التطبيق بكل بساطة نال اعجابي واحساب ان يكون الامر كذلك بالنسبة لكم ولان مطور اخر تطبيق بالنسبة الي سواء على منصة او لندرويد له بصمة خاصة في تطبيقاته دون اطالة انتقل للحديث عن صلاة فرست اذا بالدخول الى هذا التطبيق نجد مواقع الصلاة يعني بشكل اوتوماتيكي نجد مواقع الصلاة ولكن بعدها ان يطرح علينا التطبيق مجموعة من الاسئلة الروتينية عند تنصيب التطبيقات من قبل سماح بالاشعارات سماح بتحديد المكان الى غير ذلك من الرسائل وعلب الرسائل اذا كما تلاحظون بالنسبة المواقع الصلاة في الواجهة وطبعا التاريخ الهجري في الاعلى بالنسبة التوائم مع الى حد يفوق 90% هناك بعض المشاكل ولكن لا ترقى الى لا ترقى الى حد الازعاج اذن عادة اول ما نقوم به في تطبيق كهذا هو التطبيق هو القيام بالاعدادات ولكن نفاجأ بنطقة voice over بنسبة الاخوة مستعملة voice over بنطقة voice over لهذا العنصر بهذا المسألة مقدور عليها بالضغط بأسبوعين ضغطتين والبقاء في حالة الضغط لتأتي هذه العلبة من الرسائل ونقوم بحذف المحتوى ونكتب بكل بساطة menu ونضغط enregistrer لاحظوا معي menu وانتهينا من هذه المسألة المزعجة اذن نضغط menu لنجده يتكون اي قائمة نجدها تتكون هذه القائمة من وهذه يعني مواقية الصلاة هي الواجهة التي يفتح عليها التطبيق افتراضيا قبل ان استمر اشير الى انه من ضمن ما يطلب منك التطبيق اول ما يطلب هو تحديد اللغة انت مخير بين العربية او الفرنسية او الانجليزية اخترت الانجليزية لا عفوا اخترت الفرنسية ولكم ان تختاروا ما شئتم كان هنا قبلة لاحظوا معي اذا بالنسبة للمبصرين الامر لا اشكال فيه ولكن بالنسبة للمكفوفين ان شاء الله سأعمل على التواصل مع مطور التطبيق لأضيف خاصية الاهتزاز عند وصول المؤشر الى الاتجاه المطلوب كان يعني التوقيت الشهري لمواقع الصلاة حسب كان حديث حديث لك ان تضغط على زر في الايمن لتحديث الرفرش ليأتي حديث اخر وهكذا اذا اذكر ايضا ايضا اذا اذا هنا كم تريد ان تذكر بهذا الذكر هالمرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلقة المنشر اذا بالضغط على الزرين الموجودين في اقصى اليمين واقصى اليسار في الاسفل زرين طبعا لمسيين في التطبيق يتم تغيير الاذكار وهنا في الاسفل عند الضغط على اذكار في القائمة نجد اذكار الصباح في الاقصى اليسار على اعتبار انني اخترت الفرنسية واللاتينية عموما تكون البداية من اليسار اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم اذا كما اقول دائما اعطيكم رؤوس اقلام حول التطبيقات هو الطبيق رائع في الحقيقة بعد ان فرغنا من القائمة العلوية مكونات القائمة يعني المكونات العلوية للقائمة الموني بالذهاب الى اليسار في الاسفل نجد اعدادات طبعا بالعربية سوف تجدون اعدادات الاعدادات سهلة للغاية اعدادات عامة فيها هنا ان اردت ان تلغي كل الاشعارات وهذا لا معنى له في الحقيقة ولكنه بالنسبة لبعض الاشخاص وفي بعض الاوقات نحتاجه هنا كين الكالوندري اليومية او التاريخ الهجري ها هو يعطيك تاريخ الهجري وهنا في اقصى اليمين كين اضافة يوم او انقاص يوم بمعنى ان كان هناك في الحقيقة عدم توافق بين دولة واخرى في تاريخ الهجري فانت تختار وهذا هو واقع الحال فانت تختار التاريخ الهجري المناسب لك الى لم يناسب كالتاريخ المعروض في التطبيق لك ان تغيره هنا تطبيق استعمل نظام 24 ساعة ان اردت ان تغير عليك ان تفعيل اختيار 12 12 ساعة هنا اعدادات الاذكار تفعيل التذكير بالنسبة الاذكار الصباح اعتقد نعم 30 دقيقة قبل الفجر لك ان تغير هذه القيمة نفس شيء بالنسبة لاذكار المساء ونفس شيء بالنسبة لاذكار النوم لك ان تفعيل التذكير ولك ان تختار التوقيت طبعا بالنسبة ل تحديد وقت التذكير بالأوقات النوم هو 11 مساء ولك ان تغير ه لديد المكان هنا نعم نعم ان فعلت هذه الخاصية يقوم التطبيق باختيار المكان بشكل أوتوماتيكي وأيضا إن أوقفت تفعيلها تنزله إلى الأسفل وتختار المكان بشكل يدوي طبعا هنا اختيار التوقيت تختار التوقيت المناسب للجهاز أو المستعمل في الجهاز أو توقف تشغيل هذه الخاصية وطبعا خاصية التوقيت الصيفي هذه عليك أن توقف التوقيت الأطماتيكي لتقوم بتشغيلها هنا مواقع صلاة وطرق احتساب هذه المواقع طبعا نعم طريقة الحساب بالنسبة إلي خطرت وزارة العقاف والشؤول الإسلامية بالمغرب وهنا مجموعة من اختيارات لكم أن تختاروا ما يناسبكم طريقة احتساب العصر أوتوماتيك ستندار حنفي أوتوماتيك ستندار حنفي وهنا لاجستم دي تحديد اليدوي لأوقات الصلاة وهذا شيء رائع بمعنى يتأخر أو يتقدم الآذان عن الوقت الحقيقي في منطقتنا بدقيقة أو دقيقتين لنا أن نقوم بتصحيح هذا الوضع نعود الآن alert يعني طرق الإخبار بالصلاة شيء جميل الرائع هنا كل وقت لك أن تفعل إشعاره أو توقف تفعيله كما لك كما لك أن تفعل خاصية التذكير قبل الآذان بواسطة إشعار وتختار توقيت هنا كين 5 مينوط كين توقف تفعيل 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق إلى غير ذلك من المدد وتختار المدد التي تناسبك دان تفعل وكين تفعيل أدان أو عدم تفعيله واختيار الصوت هنا نعطيكم بعدنا ماذيج للأصوات أدان المسجد الحرام الله أكبر الله أكبر إذن المسجد أو هذا المسجد النبوي إلى غير ذلك من أصوات المؤذنين الرائعة التي لك أن تختار منها ما شئت ولك أن تجعل لكل وقت صوت خاص إذا لاحظ كل وقت عنده صوت خاص ولك أن تختار صوت لجميع الأوقات هذا اختيار شخص ثم هنا في الآخر معلومات عن التطبيق وصاحب تطبيق وصفحته على الفيسبوك وزر في الختام يعني في هذا ما يتعلق التطبيق إعادة تعيين الإعدادات بشكل افتراسي إذن هذا هو أغلب ما يمكن أن يقال عن هذا التطبيق في الحقيقة تفاجئنا بعض الأحيان صفحات إشهارية ولكن سبق أن أشرت إلى كيفية تخلص منها ثم إنها ليست مزعجة يكفي أن نضع كلاوز لنخرج من هذه الصفحات المزعجة إذن كان هذا هو كل شيء عن تطبيقنا هذا اليوم إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته